من 1988 لا يعملون هذا الطريق وكل عام ندعو عليها هي سنوات من المعاناة لسكان حي الانتفاضة بفرندا بيتيارت وكذا تخوف من فصل الأمطار بسبب حرمانهم من تهيئة حيهم خاصة في ظل وجود محول كهربائي في وسط الطريق وماذا بنا هذا الخزنة الضورة دارنا عويس يعني مشكلة كبيرة هذه يعني الطريق على خاطرها رح قاعد تلنا على خاطرها الطريق ما جاوش خدمونا يعني كثيرا المشكلة للوطر هم قاعدوا يدورون من الهيق ماذا بنا لك نصيبو يقلعوها علينا هذه نقلوها علينا شوف يعني عاوزة كبيرة هذا وراننا نغبنوا في المشتاق يعني ذراريا ما ينجي مش ما تجيبول المطر هذا ما ينجي يدخل على الجوارين ومشكلة هو ما نروح نقول لهم يقولوا هذا المحول الكهربائي عطل أيضا إنجاز طريق مزدوج ليصعب من حركة السير رغم شكاوي سكان هذا الحي كينا هذي دبلوفو هنا دار الضغط كبير على الطريق هذي كلمة لها لكن مننا بها الدور ما كاشكي الدور بكرعيك وما تسلكش ماشي اللي عا دبلوتو نعينا ندرو براواتي نعينا نشكو نعينا نسبروا فينا وخلاص هذي اللي نحوسوا فيها أولادنا فيش تارهم رغم القرسة تخل حتى الكوزينة هذا القرسة هذا كل من بعد رغمها في عالفين واثين وعشرين القرسة تخل حتى الكوزينة فحي الانتفاضة لم يشفع له قدمه في حل هذا الإشكال الذي أرهق السكان خاصة حل لغز هذا المحول الذي لم يستطع فك عقدته أي مسؤول لحد الساعة